بقول لي وانا موافقة بس بشار انت ديجي تاخد اختي وانا ااخد اختك انا هتجاوز عمو يا بابا ايو هتجاوز عمو ابشع ابشع جريبة ممكن ارتكبها انسان لحم وشها لحم وشها بصدرها واجع ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة نصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقلم لان الجريمة لا تفي ساعة مع حنفي اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خالها بنرسخ لمفهوم هم للغاية ان الجريمة مهما كان زكاء مرتكبها او فعلها لانتو فيه وان الاعقاب واقع لا معل كلنا عارفين حاجة اسمها جواز البدل جواز البدل جريمة القاتل النهاردة حصلت بسبب جواز البدل يعني البدل يعني اروح لوحدة اقوله انا عايزة اتجواز اختك يقول لي عايز تجوز اختي هقول له ايه هقول لي وانا موافق بس بشار انت تيجي تاخد اختي وانا اخد اختك هقول له ايه تقول لي انت مش عايز تجوز اختي انا اجوز اختك او تروح الواحد تقول له انا عايز اتجوز امك تقول له عايز تجوز امي انا انا موافق يا عم بس انا اتجوز امك تاخد امي ااخد امك عايز اتجوز بنتك وماله اديك بنتي بس انا ليه شرط ايه اتجوز بنتك انت مش تاخد بنتي وانا اخد بنتك وبالذات لما يكون في فروق في الاعمار يعني ايه واحد عنده خمسين سنة رايح يتجدم لبنت صاحبه لبنت صاحبه يعني تخيله اتنين ده عنده خمسين وده عنده خمسين بحكم ان هو بيتردده على بعض الراجل ده شاف عنده صاحبه بنت حاله فقل له بقولك ايه ما تديني بنتك جلو ماله اهو منك تبغى اجوزها وفي نفس الوقت زي ابوه بس اني ليه شرط انت عايز تاخد بنتي وانت صاحبه وحبيبه وعشة عمري انا موافق يا عم اديك بنتك بنتي بس انا لو جيتلي جد انا عاني برضو على بنتك فانا اديك بنتي وانت تديلي بنتك انت تتمتع بشبابها وانا اتمتع بشباب بنتك اسمه جوازة البدل او واحد راح يخطب واحدة فام العروسة تقول له والله احنا عندنا ابننا مندور على العروس ايها رأيك انت تاخد بنتي وابني ياخد بنتك طب جريمة القتلة تمت ليه اقول لكم ليه محمد اللي هو الاب عنده زي ما هو واضح في الصورة هو والشرطة مسكه ده الاب ده حسب يا الله انا مالوكيل لانه عمل جريمة من ابشع ما يمكن عايزي اتجوز بنت صاحبه بنت صاحبه فصاحبه قال له انا موافق اتجوزها بس انا حطت عيني على بنتك برضو اميرة قال له ده اميرة عنتها 13 سنة قال له والله هو ده شرط قال له تاخد البنت لسه فول اعدادي ده لسه طفلة قال له مزاجي فيها البنت حلوة ودماياتها خفاف والبنت لأ قال له يا عم حرم عليها عايز نجوزك بنتي اللي لسه فول اعدادي 13 سنة ده ما تعافش تسلك بيه ده قال له مليكش دعو هو انا واخيتها عشان تسلك بيه عايز تاخد بنتي اخد بنتك اللي اتنين اصحاب ومن سن واعي تخيلوا لما راجل زي ده اللي انتو شافون صورة مكلبش ده عايز ياخد واحدة من دور عياله وهيدي بنته اللي عندها 13 سنة لراجل من دوره فمحمد قال له وانا موافق خلاص مدام هتديني بنتك انا هتديك بنتي وجروا الفتحة على كده وخلاص وقرروا العملية انت هتديني بنتك وانا اخد بنتك اللي هو جواز البدل لبنته روح محمد لبنته يا اميرة جاءت له اي يا بابا قال له امبروك جاءت له عليه يا بابا جاء لانتو اتخطبتي بنتي عدت 13 ثانية جاءتو اتخطبت خطبتي يا بابا قال له اعرف عمه اللي بيجي يصير معي هنا جاءت له اه جاء لها خطبك لمين يا بابا هو عنده ابن قال له لا ده هو خطبك لنفسه انا هتجوز عمه يا بابا اي واي هتتجوز عمه البيت متعرفش حاجة هتتجوز عمه ازاي ده زيك يا باب قال له هو الكلام ده قلت له لا مش هتجوز انا مش هتجوز البيت متعرفش حاجة يا تحسب انه هو في عين منظرها لقيت انه واحد منظر ابوه هي 13 سنة وابوها في الخمسينات يعني الفرج بعنسانه قال له بقولك يا بيت انا هتجوز بنت الرجل ده وهتجي تعيش هنا وانت تغوري هتتجوزي يعيش معه تعيش عنده البيت جاته لا يا باب يعني لا يعني لا يا باب مش هتجوز طبعا كل يوم محمد ده ياخد يديه ويروح عنده عروسته بنته صغيرة بار البيت فرحانة وتقعد تستاهر معه الرجل التاني بيغلق قال له بقولك انت كل يوم تزورني وبتقعد مع عروستك وسيبني كده انا عايز اقول زي انت ما بتقعد مع بنتي انا عايز اقعد مع بنتك زي ما انت خاطب بنتي انا خاطب بنتك وزي ما انت جاري فاتح على بنتي انا جاري فاتح على بنتك انا من حجي اقعد معه عروست ايش معنى انت؟ قال له ماشي اخلص وقتك تروح تقعد معه عروستك محمد خد الرهاج لصاحبه وراح جضايا والله العظيم يا جماعة اللي بيحصل في الدول العربية ده والمشكلة دول اسلامية مين يقول كده؟ بنتاجر بولادنا عشان متعتنا بنبيع لحم بناتنا عشان متعتنا القب بيعمل كده خد صاحبه وراح عند بنته خد يا امير ايه باب اوقدي مع خاطبك يا بنت البت بصت ازاك يا عم قال لا لا انا مش عم بقى قالت له انت عم ترتاشر سنة راحت البت يجي لو داخل الحمام وبعد الطعاية المهم مش الراجل مسك بنته دب 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 تلاتاشر سنة انت هتبوزي للجوازة يا بنتي كذا انا ما صدقت لاجت بحدة احبها واتجوازها تقولوا انا مال يا باب انا مال يا باب يعمل الاب بقى الاب البنت ضرب اهانة شتي ما فيش فهو عايز هو بيحب البنت الزغيرة بنت صاحبه عايز الجوازة فعايز يعمل اي حاجة فعايز يخوف بنته خوف بنته عملها اي راح اقفل الستاير بتاع البيت وشغل اغاني بصوت عالي ومسك بنته نزل فيها ضربة عشان ياخدها لصاحبه عشان يكتبوا الكتاب وياخد هو دي ودي ياخد دي ويبدلوا مع بعض هو ياخد بنت ده والراجل التاني ياخد بنته البيت مرضتش راح جايته تو هادخل ااخد حمام من كتر الضرب ااخد حمام يوب عشان يلبس البنت دخلت الحمام وقاتل ومشترخ يعمل ايه الاب بقى ابشع ابشع جريمة ممكن يرتكبها انسان دي الواحد ما اعملهاش مع الحيوان تعرفين اكتر حاجة العزاب النار طب لو كان بيجواره النار بقى زيت مغلي زيت مغلي راح ملة مصفة او الصنية بالزيتل وحطه على النار لغتما الزيت بتبا يعرفين الزيت وسط ده لو مية بتغلي يا جماعة لو مية بتغلي والواحد كبه على نفسه وشفنا الزوج اللي رمى مراته بحلة مية بتغلي ماتت جسمها كله ساعة فبقى بقى لما يكون زيت زيت مغلي خلى الزيت يغلي ومسك ايد الطاصة بتاعت الزين الزيت وقال لبنته خلاص شلم عنك الجوستيه اطلعي ابوك على ابو اللي جابك البنت ساردك وقال له خلاص فتحت الباب راح في وشها وكب الزيت في ابو يعمل كده بعد كده خرج من البيت واحد من الجيران بيقول له اي عمو اتوطي الموسيقى دي جلو حاضر حد انا انسيه دخل وطى الموسيقى وطلع تها البنت طبعا فضلت تزعج وتخبط على الباب الجيران سمع فيها ياولاد اقصروا الباب قصروا الباب لاجوا البنت لحموا وشها لحموا وشها بسدرها واجع من اللي عمل فيك كده يا امير جات ابوي بلغوا الشرطة هو جات ايه ته البنت ميت ماتت طبعا في الحال صدمة عصبية زيت وشفت لحموا وشها وجسمها بيجع قدامها ماتت في الحال من اللي عمل فيك الجيران جاله اخر حاجة جريتها قبل ما تموت باب عشان كده شفنا الصورة دي والشرطة مكلبي شاهد كلب الحيوان ده واخدام في التحقيقات جال كانت واقفة عقبة قدام ساعاتي ورفضت دي اتجوى الصاحبي اللي وافج انه هو يجوزني بنته وبنتي انا مش جادر اخليها اتوافج عليه ده ارفتها مفيش فايدة اخر ما اتغسط منها لقيت الزيت بيغلع على البتجاز مسكته وكبته في وشها الجريمة دي الشاب ده اسمه محمد سوري الجنسية من سوريا وعنده بنتين اميرة دي وبنتي تاني اسمها لامور اتناشر سنة طم القبض على الاب على فكرة حصل في مدينة شانلي اورفا تركيا وده من ضمن الناس اللي تجيهم سابتوا في سوريا بسبب اللي حدث تحصل في سوريا وعايشين في تركيا شفتوا الاب عشان خطر متعته وعشان عايز يتجوز عملي ببنته شفتوا الظلم وصلح دي بنت لسه زهرة جميلة 13 سنة يسيحها يدوبها بزيت المغلي ده كان اناقول ايه لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم